أكثر من ستة آلاف مقهى في الكويت سيتوقف عن تقديم الشيشة بأنواعها لزبائنه تزامناً مع أزمة كورونا قرار قد يعطل المشاريع المعتمدة عليها حيأثر علينا كثير مش شوي ومن حيث أنه هو المنفس الوحيد لكل العالم تطلع عليه هو المطاعم والمقاهي وهذا القرار بعد ما شعرفين تمدياته لو أنها توصل أو لأي مدى حيكون موجود هذا القرار حيأثر علينا أكيد سلباً بالنسبة للأجار حيأثر علينا سلباً بالنسبة للمعاشات الموظفين الموظفين تع الشيشة قرار منعي في الوقت الراهن أثر على كثير من الأشخاص الذين اعتادوا ارتياد تلك المقاهي هرباً من ضغوط الحياة بدل ما يمنعونها يحط يسوون هوس طبي يستخدم مرة واحدة ورح ينقط فالأمور تصير أوكي كل يوم تقريباً بيجي بحدود الساعة وبجي مع الربع الدوام ونرتاح شوي من ضغط المكتب الشيشة منفسة لأننا نقدر نطلع بالويك أند نشيش مع أصحابنا نغير جو شوي بس إذا وزارة الصحة شايفة أنه سلمت المواطن أنه تمنع الشيشة فالواحد يريد أقلم بالودع الحفاظ على الصحة العامة كان من أولويات وزارة الصحة الكويتية التي قررت وقف تقديم الشيشة إلى إشعار آخر للحد من انتشار الفيروس بشكل أوسع في البلاد الشيشة إذا أنت استخدمتها في خلال المنزل وإنت مصاب راح تنقل العدوى الآخرين لكن إذا أنت مصاب راح تراجع المستوصف وراح تعزل وبالتالي أنا ما أفكر في موضوع الشيشة والمرض أنا أفكر في موضوع الشيشة والحقيقة اللي هو موضوع الصحة ككل إيقاف الشيشة ليس قراراً جديداً فمحاولة منعها طرح مراراً لكن المحاولات باءت بالفشل وربما القلق من كورونا ينجح بإطفاء جمرها من الكويت شهد المتروك العربية